هنبدأ كلامنا على الهيمو دياليسيز ماشين او مكينة غسيل الكلاب ان احنا بس نشوف شكل مكين اعمل ازاي طبعا في اشكال كتيرة لمكينة الهيمو دياليسيز انا هنا جاي بكزا نسال كده طبعا من الواضح ان الشكل على لحية الشمال ده ده للقبget المكن اللي عالم هجان mecan اللي هدفhelp على حياذها شكلها هاي اند المكانتين دول على الآن الليوا我觉得 Kushner شكلها يبد함 احنا رحالة المكان دي مجموع من الأشياء يبقى يكون لدينا بعض التح Libres It Be godlike يبقى دائما في عندنا شيء يبقى بالداخل هنا يبقى الدم ويكون داتش categories هنا بيبقى حاجة زي بمب كده دي بنسميها بريستالتك بمب هنتكلم عليها بيبقى في عندنا هنا سيرينج كده يعني في حاجة زي حقنا كده والحقنا دي بتحقن هيبرين في الدم علشان ما يتجلطش بيبقى في عندنا برضو مثلا لو احنا بنتكلم على المكنة دي مثلا بنلاقي عندنا هنا فيه انابيب مكتوب عليها واحدة اي واحدة بي دي بتبقى واصلة في الاخر بجراكن بتاعت كونسنتريتد سولد يعني واحدة فيهم اسد واحدة فيهم بيكاربونات دي مفروض ان هي بتبقى بتعمل كمبوزيشن الفليويد معين كده بيستعمل في مرحلة الفلتريشن بتاع الدم بيبقى في عندنا هنا فيه فلتر كده بيبقى موجود برا ده بيسميه دياليجر ده مفروض ان هو بيبقى ديسبوزابل بيتغير مع العيان ومفروض ان هو يعني ده مهمته وهو بيعمل بيستشينج بين الدم وبين الفليويد اللي احنا بيعمله كمبوزيشن ده علشان في الاخر نقدر ننظف الدم ونقدر نخليه رجع للعيام من غير ما يكون فيه الويست ميتابولايز اللي احنا عايزين نشيلها طبعا بيبقى فيه ساعات على المكنة بيبقى فيه حاجة زي لمبة كده زي بتاعة البوليس الناجدة كده بيبقى فيها كزا لون وكزا لون دول بيدوني الالارم كونديشنز اللي المكنة شغالة بيهم لو هي لونها اقدر مثلا يبقى المكنة شغالة اوكي لو لونها اصفر يبقى معنى كده فيه كونديشن يعني ان فيه حاجة ممكن تكون فيها خطورة الاحمر يبقى معنى ان فيه كونديشن خطير لازم حد يأتندل ايه للمكنة دي شوف ايه اللي فيها بالزبط طبعا بيبقى فيه هنا حاجة زيها كده موجودة في المكنة دي اوكي اعادة المكن ده بيبقى توتش سكرين اوكي غير المكن اللي هو هنا كان مبني على بوتنز اوكي ده طبعا بيبقى ده كل الليتس جنريشن كلها بتبقى كده سعاد بيبقى فيه عندي هنا محلول ملحي بيبقى موجود برضه بيعمل به برايمينج للمكنة وده طبعا بيستعمل في حاجات كتيرة الحقيقة برضه بيبقى سعاد بيبقى موجود حامل بتاع برضه ممكن نحط عليه محليل هنا مثلا في الجزء دوت بحيس نوف الاخر يوصل العين البمب الموجودة هنا اللي بيخش فيها الدم سعاد بيبقى فيه منها اتنين على اساس انه بيبقى مور افشن سعاد بيبقى فيه اكتر كمان اوكي يعني ده الشكل العام بتاع المكنة طبعا المريض بيقعد جنب المكنة وبيبقى واصل بالبلاد لاين اللي مفروض بيبقى بيبقى ديسبوزابل عشان كروس انفكشن والمكنة تبتين تشتغل بتسحب بقى من هنا من الكنسنتريت دي فلود وتسحب من البيشنط بلاد وفي الاخر هم الاثنين بيبقوا ان كونتكت مع بعض في الفلتر دوت او بيسمي ديالايزر وفي الاخر بعد فترة معينة بيبقى خلاص العيان كده خلاص يعني عمل الحاجة اللي مفروض يعملها او مفروض المكنة شالت الحاجات اللي هي الخطيرة اللي موجودة جوه البيشنط وشالت كمية المياه اللي مفروض تشيلها فبعد كده خلاص بتنتهي الساشن بتاعت الدياليسيس باسيك لما نتكلم على المكنة هيمو دياليسيس يعني لو احنا نتكلم على سينجل بيشن هيمو دياليسيس ماشين مهمتها انها تدليفر بيشن دياليسيس بي كنترولين بلد ان دياليزيت فلوز بتعمل ريموفل للويست ميتابولايز وبتعمل ريموفل للووتر نخلي بالنا من كلمة دي البرسكريبشن دي البرسكريبشن معناها زي الرشدة بتاعت الطبيب بالظبط دي بتبقى بالظبط عبارة عن يعني انا مفروض ان انا اشيل من المريض ده كمية محددة مفروض ان انا اشيل كمية محددة من المياه دي ما اشيلش اكتر منها ولا اقل منها اوكي فالدياليسيس يعني ميديكال بروسيدجر اوكي مش اي حاجة خلاص يعني العيان مش بيقعد كده يعني من غير ما يكون الدكتور كاتب او عارف مفروض ان هو يعمل ايه على المكنة دي اوكي فالويست ميتابولايز دي لها طريقة بتختلف عن طريقة ان احنا نريموف الووتر اوكي زي ما نشوف بعد شوها صغيرين الحاجة التانية اللي مهمة جدا في المكهة تنهي المو دياليسيس اللي احنا يعني هنركز عليها برضو جامد جدا اللي هي ان احنا لازم بفي عندنا مونوترينج والارم سيستمز عشان نعمل بروتكشن للبيشينت اوكي لانه ممكن يحصل كذا ادفيرسي ايفانت ممكن في اثناء دياليسيس يعني ممكن يحصل كذا مشكلة لازم ناخد بالنا كويس قوي ان البيشينت ده يعني ستيل السيفتي بتاعته مانتيند اوكي يعني احنا دلوقتي بناخد من البيشينت بلود بيمر في اكسرا كوربوريال سيركيت اكسرا كوربوريال معناها ان هي خارج الجسم اوكي فمعنا كده احنا عندنا لو في حصل اي خطورة احنا عندنا خطورة دلوقتي ان الدم اللي خرج برا ده ممكن يبقى فيه مشكلة ان هو يرجع تاني او ان هو يرجع تاني محمل بحاجات تبقى فيها خطورة على البيشينت فكل الحاجات دي كلها يعني مهمة جدا بالاضافة ان احنا نعمل الجوب الاساسي ان احنا نريموف الويست والواتر ان احنا نمانتين حسي فتا الحاجات البيشينت و احنا نعمل كده ده دي بلوك دياجريف بتاع الهيمو دياجرم بيمركز ان فيه حتيتين فيه جزئين جزئ بنسميه دياليزة سيركيت و جزئ بنسميه البيلود سيركيت والجزئين ده على فكرة فيزيكلي مفصولين عن بعض هما بيلتقوا في الجزء اللي هو بتاع الدياليزر اللي هو الفلتر اللي مخدوط على جنب الماكينة ده بس اكشولي بيلتقوا بيبقى الدم في حتة والحاجة اللي هي الموجودة هنا اللي هي في دياليزيت سيركيط دي بيبقى موجودة في حتة تانية هما بيبقى قدام بعض ثروقة يعني سيم برميابل ممبرين كده بفيه ممبرين كده سيم برميابل بيبقى موجود بينهم وهو اللي بيفصل لتين دول عن بعض وعلى فكرة حتى في الالكترونيكس احنا بنحب نفصل دائرة الدياليزيت عن دائرة البلوت سيركيط نتكلم بقى عن دائرة الدياليزيت بتعمل ايه بالزبط الدياليزيت بتاخد بيوريفايد ووتر ما ينفعش يبقى مية حنفية لازم يبقى مية مقطرة لازم يبقى فيه محطة مية موجودة جوه المكان اللي بيبقى فيه هيمو دياليزيز بتدينا مية مفاش اي املاح خالص لان الاملاح دي بتأثر معانا جدا اللي بنحطها in contact مع الدم احنا دلوقتي بنحاول احنا نكمبوز في الجزء اللي هو الناحية دي بنكمبوز فلويد يبقى لوجه فيري سبيسيفيك كاركتوريستيكس ان هو يبقى قريب قوي من كومبوزيشن بتاع البلود فلو انا بدخل عندي هنا مية فيها كومبوزيشن للاملاح انا مش عارفه او موك يبقى يبقى معنى كده انا بقى ديستورت وكل الحاجات بقى ليه اللي بعد كده في السيركت فمعنى كده ان يلازم ده يبقى purified water يبقى قولموس ما فوش اي عاملاح خالص بنسخن المية دي لدرجة حرارة قريب من درجة حرارة الجسم بنشيل منها الهوى لان احنا دلوقتي احنا بنحط الفلويد اللي هنا دوت بنمشي قصاد الدم لو فيه فقعات هوا باسيكلي بتاع السيسم بتاعها تبقى ليه لقوي بالاضافة ان فيه في بعض المشاكل الكتير الحقيقة ممكن احنا نقبلها لو فيه عندنا هوا جوه المية او جوه الفلويد اللي هيبقى يتكون هنا اوكي بعد كده احنا دلوقتي عندنا لغاية النقطة دي عندنا مية متسخنة بدرجة حرارة قريب من درجة حرارة الجسم اوكي مفيش فيها اي املاح خالص ببتدي اكون الاملاح اللي تبقى بنفس الكمبوزيشن بتاع جسم الانسان بتاع الحاجة الفلويد اللي موجودة جسم الانسان بان احنا نخلط حاجة اسمها acid concentrate وحاجة اسمها bicarbate concentrate طبعا دي مش معنى انها acid acid لا يعني فيها فيها مجموعة حاجات منها حاجات بتبقى ايه فيها acidic ions فبنتكلم على ان في حاجات هنا مجموعة حاجات هنا مجموعة حاجات هنا لما بخلطهم الاثنين مع بعض اوكي يعني بالنسبة معينة اوكي يعني عشان كده بنسمي ده ده بيكون لنا حاجة بتبقى الكمبوزيشن بتاعها قريب جدا 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 من الكمبوزيشن بتاع الفلويد اللي موجود جسم الانسان اوكي دلوقتي لو انا حطيت الكمبوزيشن غلط كل الايونز العادية كل الايونز زي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورين والكالسيوم والحاجات دي كلها الحقيقة سهل جدا انها تعدي من خلال الفلتر اللي عندنا اللي هو الفلتر بتاع الديالايزر اللي هو موجود هنا ده اوكي فمعنى كده ان انا افكتيفلي لو الكمبوزيشن ده اعلى من الموجود في الجسم يبقى معنى كده هيخش جوه الدم ولو هو اقال يبقى معنى كده هيسحب من الدم ويطلع برا في الايه في الدرين فمعنى كده هيبقى فيه خطورة ان انا اما بحق ان الجسم باينز يا اما باخد من الجسم اينز وفي الحالتين فيه خطورة جديدة جدا لو احنا حطينا مثلا بوتاسيوم اكتر كويس في الجزء بتاع الديالايزيت انا كده يعني بعرض العيان ان هو يجيله كاردياك ارست اوكي وده في منطقة الخطورة ده ممكن يعمل لها مشكلة ان فعلا يبقى صعب جدا ان انا اريكوفر بنها بالنسبة للبيشن اوكي فمهم جدا في الجزء دوة ان انا اخلط المكونات دي بالنسب اللي هي المفروضة وهنا نكلم عليها بتفاصيل وفي الاخر بيطلع لي حاجة بسميها ديالايزيت ديالايزيت ده هو مكونات من ووتر زاعد النسب المعينة اللي احنا بنقول عليها بالنسبة للتو كومبونتز دول ومفروض ان هو المكونات بتاعته تبقى مقربة جدا للمكونات بتاعت جسم الانسان بعد كده عشان اتاكد قبل ما ادخل بقى على الجزء اللي فيه الكنتكت مع البلود بتاكب من تيمبرتشر يعني في هنا مجرمانت للتيمبرتشر ومجرمانت لحاجة بسميها كوندكتيفتي بقيس الريزيستيفي بتاعت اكساء كوندكتيفتي فممكن يعني هو زي ما بقيس الريزيستان زي ما بقيس الكندكتيفتي بزبط ما فيش اي اختلاف بس الناس تعرفت في الهيمو دياليسي ان تسميها كوندكتيفتي الهدف من حاجة زي كده ايه فده يعني عندي مجموعة إنز مع بعض موجودة فانا بقى اعمل الـ productos y monitor ده ان هو يقدر يدتكت اين انا بقى عمل الـ composition اللي انا متعود انا اعمله كله مره اللي هو concentration بينسب مزبوطة او بيعمل حاجة شكله مختلف فالـ connectivity sensor ده اللي موجود هنا ده هدف اونو يتأكد ان المرحلة دي شغاله مزبوطا هدف temperature sensor يتأكد ان المرحلة دي شغاله مزبوطا بعد كده بدخل الكلام ده على الدياليزر اوكاي الدياليزر ده بعد كده بيطلع منه الفلوود بتاعنا ال هو الدياليزيت ده طبعا احصل هنا ال ال accidentally ال حاجات مع الدم وفي الاخر انا عايز اتاكد بقى ان ما حصلش ربشر للايه للحاجة اللي موجودة هنا ده عبارة عن بالتر ده عبارة عن ان ده الدياليزيت ده ماشي في ناحية والبلوت ماشي في ناحية لو حصل رابشر ت входد ليه هنا ده هيحصل بلاد ليك فالبلاد ليك يعني معناها في دم هيجي من هنا يخش هنا فبحط بعد كده بلاد ليك ديتاكتور على اساس يديتاكت الاذا كان في بلاد دروبلتز موجودة في الايه في دياليزيت اللي جايلي من الدياليزر اوكي وطبعا لو لقيت ان في اه ليك طبعا بوقف المكناة فاورا يعني بعد كده بفي دياليزيت بام طبعا الحاجات دي كلها طبعا هي دخلة مياه دخلة من هنا اا لو انا ادخلت ان لازم يبقى فيه فلو كده في الديريكشن ده لازم يبقى فيه بامب انا بحط هنا بامب بحيس انها تعمل تكريات نيجاتف براشر بحيس انها تشدلي المياه من هنا كده اوكي وهنعرف ان دي لها همية كبيرة الحقيقة في الريموفل بتاع ايه بتاع الووتر من جسم الانسان اوكي فالديزيت بامب دي هي اللي بتشد المياه بحيس انها تمشي في الاتجاه ده كده وفي الاخر خالص الحاجة اللي طبعا انا طلع من هنا ما بنعملهاش ريسيكيليشن لا بنطلعها لطول على الدرين اوكي الناحية التانية بقى الناحية التانية بيبقى عندي البيشنت بقى جاي منه بباخد منه اا الدم بتاعه okey والدم بتاعه يعني الـ bloodline اللي باخد منه الدم اا من البيشنت باخد به الدم من البيشنت بسميه arterial bloodline arterial bloodline ده على اساس انه ارتيريال بالنسبه للمكنه مش بالنسبة للبيشنت يعني انا ممكن اكون باخد من البشنت هنا من بس الحاجة اللي جايه من البيشنت اللي داخل المكنه بسميه arterial bloodline. اوكي. العكس بقى لما انا برجع للبيشنت بسميه venus bloodline. اوكي. هي venus بالنسبه للبيشنت. هي بياخد arterial يعني بتاخد الدم اللي هو ال fresh اللي جايه ده. بيبقى بنسميه arterial bloodline. والراجع بقى اللي هو بعد معادة عضيالايزر بسميه venus bloodline هو داخل البيشنت. بنبقى عارفين نوتايشن دي كويس قوي عشان ما ما نربطهاش ان هي الارتيريال والفينيس بتاعت الايه بتاعت البيشنت. علشان الدم يمشي من هنا يكمل بقى في السيركت دي لازم بيقى عندي blood pump. blood pump اللي انا كنت شايفها من شوية دي لانا كنت مواريها لكل هي في الوش بتاع المكنه دي. طبعا هي محضوطة في الوش المكنه علشان اسباب كتيرة هنشوفها بعد شوية. ودي هدفها ان في الاخر انها تشد الدم وتمشيه هنا بالريت اللي انا عايزه. بيبقى في عندي هنا هو ابان هاا الهيبرين بم. طبعا دم دقيقية هيمشي خارج جسم الانسان واحنا عارفين الدم طبعا لما بيقرج برا جسم الانسان ممكن يحصله قاعدات. فانا عايزًا اضetchٌ انتكون هانا. jewe jede MM هو اكثرة واحد سفاو اهم واحد الحقيقة بيستكحب مع عمل زي انفشن بومب بالزرط. مفيش اي اختلاف. باسم البحض اللي ها ح Could be patient طول mda طول مدة التريتمنت. الدم بعد كده يخش على الدياليزر. ودياليزر التاني بيخلي الدم ده مع الدياليزيت الموجودة ناحية التانية. والدياليزيت ده بيبقى هما بينهم من بعضهم ميمبراين. اوكي. اللي بيطلع بقى من هنا طبعا ممكن يحصل حاجات كتير قوي. بس اهم حاجة انا ما يحصل ليش لوس أوف برشور. اللوس أوف برشور في السيركت بتاعت البلود سيركت. بيبقى معناه ان البلود سيركت نفسها الانتجريتي بتاعتها حصل فيها مشكلة. انتجريتي معناه ان هي ما بقيتش تايت. ما بقيتش دلوقتي ان هي مقفلها من كل ناحية. بقى فيها جزء فيها ليكيج. فبايزيك احنا منديتكت البراشر بتاع الموجود هنا عندنا في السيركت بتاعت البلود سيركت دي عشان يتأكد انها دايما تايت. انها دايما الانتجريت بتاعتها مانتين. بعد كده بنتأكد ما فيش اي حاجة فيها اير خالص. طبعا الدم ده بيبقى وهو ماشي هنا ممكن يبتدي بقى في اير بابلز. تبتدي تتجمع مع بعضه وتم الارجر اير بابلز. طبعا عندي مشكلة لو انا حقنت الدم ده في البيشن هو في اير بابل ممكن يمويته على طول فورا. فانا لازم احط هنا اير بابلز بحيس يديتكتر اذا كان في اير بابلز. وازا كان في اير بابلز بيبقى في عندي حاجة هنا اسمها لاين كلامب. لاين كلامب ده ده بيقفل الخط ده بحيس ما يعديش حاجة تروح للبيشن. لو حصل ان انا اعملت هنا اير بابلز بوقف الدم بتاعي فورا باللاين كلامب ده عشان ما يخشش جوه البيشن. هبتدي بقى نتكلم على كل الكمبورنز دي بتفاصيل في السايدز اللي جاي. ايه الجزء بتاعي اللي كنت بكلم عليها من شوية. ايه بيبقى في بلاد تيوبينج اللي كنت بكلم عليه من شوية. بيبقى في بلاد تيوبينج اللي كنت بمب وفي دياليزر. ده الكلام ده اللي هو اللي بيعدي فيها الايه? بيعدي فيها الدم. طبعا بيبقى ساعات فيها الجوز اللي انا كنت اوليته بتاع الهيبرين بمب بيبقى فيها بمب بيبقى في بمب بيبقى في بمب نحن لازم ناخد بنا ان السيركت دي كلها اكشولي انت بتبقى شايفها بعينيك. لما العيان بيبقى يعد على المكنة بتقدر تشوف اللي جاي من البيشن وتشوفه ماشي في كل اللي ستاجيس اللي بتكلم عليها دي. يعني الدم بتاع البيشن مش بيخش في حتة جوه المكنة ببقى شايفها. لا ده انا مهم جدا ان كله بقى شايفه بعنايه عشان لو حصل اي حاجة اشوفها بعنايه. لو حصل اي حاجة اخد بالي على عطول فورا. اوكي? فالدم هو ماشي جوه البلاد بمب ببقى شايفه. وهو ماشي جوه دياليزر ببقى شايفه. لو يعني كلها بتبقى يعني اكسبوز وقدامي كده شايفها. اوكي? كل الحاجات اللي موجودة عندي في البلاد circuit بتبقى اكسبوز وقدام المكناة في وش المكناة. اوكي? فباسيكلي الرول of the blood circuit is to deliver blood to the dialyzer at the prescribed flow rate and then return the blood to the patient. اوكي؟ يعني انا باخد دام من the patients بريت المحدد لان عايزو واعدي في دياليزر ورجاء او تنني البيشن بطريقة سيفة. اوكي؟ فباسيكلي الالجولة مست بي اتشيفد. without damaging blood components and without loss of circuit integrity that may lead to blood loss or an entry of air or harmful substances زي البكتيريا او اي حاجة تانية into the blood. يعني انا دلوقتي وانا بعمل pumping للبلاد ده. اه مفروض ان انا عمل الكلام ده مغير ما كسر البلاد سلز. لو انا كسرت البلاد سلز يبقى انا باسيكلي انا كده بأزي العيان ازا خطير جدا جدا. اوكي؟ فمعنى كده ان انا بستعمل انواع من ال components في ال blood circuit. بحيس اضمن لي ان انا بعمل الكلام ده من غير ما اعمل اي damage. او ب minimal damage للايه? للblood components. ومنم برضو loss of blood. يعني ما ينفعش ان انا اعمل الكلام ده وانا بخسر دم. اوكي؟ وما ينفعش ان اعمل الكلام ده وانا باintroduس substances او air في البلاد. بحيس برضو يأزي العيان. فباسيكلي ال urea clearance. يعني انا بشيل مثلا urea اللي هي واحدة من ال waste metabolites اللي كنت بتكلم عليها. but depend in large part on an effective blood flow rate through the extra cryopular circuits. يعني لو بتكلم ان انا دلوقتي عايز اشيل الميتابولايتس الموجودة دي. كويس؟ اللي هي ال waste metabolites. لو انا ممشي الدم ببطء. the efficiency بتاعت ال clearance بتاعت ال waste metabolites دي ما هتبقاش عالية. اوكي؟ فبتكلم انا على ان انا بحط roller pump وبعايز ريت بتاعي من خمسين لستمائة ميليليتر per minute. اوكي؟ وبعمل الكلام ده عادة عن طريق حاجة اسمها rotary prestaltic pump. هتكلم عليها دلوقتي حالا. انا بوريكوا شكلها عامل ازاي. اه بحيس ان هي نقدر ان احنا نعمل الكلام ده من غير ما يحصل لنا بقى الحتة اللي كنا بنكلم عليها فوق. من غير ما ما يحصلش damage للا ايه لل blood components. اوكي؟ الحقيقة اللي بيحصل ان احنا بالنسبة للجزء دوت. احنا بنقدر نتحكم فيه من الماكناة نفسها الحقيقة. وابرضو ممكن بتاع الماكناة يقدر يغيرها من على البومب نفسها. بحيس ان برضو يبقى فيه safety اه بالنسبة للجزء دوت. ما يبقاش مثلا الماكناة فيها مشكلة او الالكترونيكس فيها مشكلة. والبيشنت يبقى عنده خطورة ان هو مش عارف مش عارفين احنا نحرك البومب بالريت اللي احنا عايزينه او مش عايزين يوقف البومب مش عارفين نوقف البومب او كده يعني. فطبعا دي حاجة مهمة جدا ان احنا نبقى عندنا ده موجود. الشكل بقى بتاع البريستالتك بومب زي ما احنا شايفين هنا كده. هي بالضبط كده بيبقى عبارة عن يعني بيفيه طب طبعا بيفيه موتور وراء عادي خالص. بس الهات بتاعته اللي هي الدم دي بتبقى عبارة عن كزا موديول زي ما احنا شايفين هنا كده. يعني عبارة عن حاجات يعني بتضغط على التوبينج اللي ماشي هنا ده كده. انا اللي بيحصل ان انا بحط البلد توبينج على البايتينج بعد كده باخد البلد توبينج ده اعمله انسيرشن هنا في الايه? في البريستالتك بومب زي ما احنا شايفين كده هي بتاعها انها الدم اللي جاي هنا ده بتبقى تفعصه وتمشيه بعد كده يخش هنا. اوكي? يعني اكني بالزبط كده زي ما يعني زي ما احنا شايفين كده الهيد نفسها اللي موجودة عندي هنا دي بتاخد جزء من البلد وطلعه هنا ناحية التانية. فهي بتشتغل بطريقة بسيطة جدا. وفي الوقت نفسه بيبقى فيها ميزة هيلة جدا. هي بتعمل يعني ما بتأثرش على مش زي مسلا اللي احنا متعودين عليها مسلا في حاجات تانية كتيرة. دي بتعمل يعني ما بتكسرش البلد سيلز الموجودة. عشان احنا باسيكلي الهيد بتاعت دي مش بتجيت ان كونتاكت مع الدم نفسه. لا ده هي بتشتغل على بتاع الدم بتشغل على البلد تيوبينج. فما بحصلهاش اي كونتاكت مع الدم خالص. طبعا الدم ده بيبقى في غاية الخطورة الحقيقة ان احنا يعني يبقى يبقى في كونتاكت بينه وبين اي حاجة تاني. فالنقطة نحنا بيبقى عندنا بلد تيوبينج زي كده. بتحط في البيشن. بتحط في البيشن عشان ياخد الدم والاضر اند بنحطه عشان ينرجع الدم تاني. وهو نفسه بقى بيبقى ماشي في السيركيت كلها. انكلودنج هنا. وانكلودنج الجزء اللي هو بيخش في الديالايزر. وفي الاخر الدم ده ممفروض ما يجيتش ان كونتاكت مع اي حاجة تاني. اوكي. فزي ما كنت بقول برضو الجزء بتاع البريستالتك بومب ده كان بي اوباريتد مانيولي. ان كيس اوف باور اوتد. يعني لو فرضا كهربا تقطعت. كويس. الكهربا لو تقطعت اكشوري بتوقف البرستالتك بومب. بتشغل شوية حاجات في السيفتي بتاعت الماكنة. بس البرستالتك بومب بتوقف. مفروض الاباريتور بتاع الماكنة بقى هو يجي يحرك ده بيقى ده. بيبقى لها هاندل كده ينقدر نطلعه. يعني جزء اللي هنا ده بيقدر نطلعه. ونقدر نحركه كده. لكننا بنحرك دراع كده بتاع مثلا مفرمه او حاجة زي كده. فباسيكتي بنتكلم على ان احنا نقدر نرجع الدم ده بادينا. اوكي. من غير ما يكون في اي خطورة على البيتشنت خاص. اوكي. السبيد كنترول بيبقى برضو اا نتحكم بي. اا نتحكم فيه من السيستم. يعني ممكن السيستم نفسه الصوفتوير نفسه يقدر يتحكم فيه. وفي الوقت نفسه انا ممكن برضو بيبقى فيه زرائر بتاعت اب وداون. بالنسبة للسرعة بتاعت الجزء دوت. بحيس نقدر اتحكم برضو في ده بيشتغل ازاي. بالنسبة للدليزيت السيركيت بقى اللي هي السيركيتتانية. اللي هي ناحية الشمال اللي هكون شاهدناها في البلوك دياجرام. هي البرينسبال فونكشنز بايتها. هي ان احنا نحن نكون نحنا نكون الدليزيت اللي هو له نفس الكونسان بتاع الائز بتاعتنا زي زي الدم وزي الجسم بالضبط. اا وتليفره اتو ديالايزر at the prescribed temperature. اللي هي 37 درجة او حوالي من 35-37 اوكي وباسيكلي كنترول الفلود رموفر فون the patient يعني برضو الطريقة اللي هي بتشتغل بيها بتحددلي انا بشيل اديه ميا من الpatient اوكي دي انا اتكلم عليها بتفاصيل اكتر شوية باسيكلي الريزيت is prepared by the addition of electrolyte concentrate to the warmed and de-aerated water عندنا two separate concentrates بموجودين عندنا زي ما كنت بقول بيبعفي عندنا بايكربونات concentrate وبيعفيها عندنا acid concentrate اوكي فباسيكلي زي ما كنت بقول دي فيها مجموعة حاجات ودي فيها مجموعة حاجات اوكي ببيعفيها sodium bicarbonate وبيعفيها يعني sodium chloride وبيعفيها حاجة كثيرة تانية اوكي نفس الكلام هنا برضو اوكي فالconcentrate الموجودة دي لو انا عملت لها mixing بطريقة معينة بنسبة معينة بقدر انا احصل في الاخر على الايه على ال dialysate اللي هو بال proper concentration المناسب بالنسبة ان انا احطه in contact مع البلد ال dialysate نفسه بقى اللي انا بدخل فيه بعد كده ال dialysate والبلد عشان يعمله in contact مع بعض بيبقى شكل عامل كده الشكل بتاعه حاجة بالشكل ده كده بيبقى في عندي يعني لو احنا بصينا مثلا هنا بيبقى في عندي هنا entry و outlet بيبقى في عندي هنا entry و outlet كويس عادة بدخل مثلا من هنا البلد fresh blood و طلعه من هنا والعكس بقى ناحية تانية بدخل هنا fresh dialysate و طلعه من ناحية تانية بيبقى في عندي counter current flow زي ما كنا تكلمنا عليه في الفيزيكس في chapter 5 الجزء اللي هو بتاع اللي كنا نتكلم فيه على counter current flow و لقى ان هو most efficient اوكي بيبقى له اشكال كتيرة واحجام كتيرة و كل واحد من الاشكال المختلفة بيبقى له surface area محددة surface area of contact لان انا بقى بيبقى عندي هنا كل واحدة من دول بيبقى عبارة عن very fine lines او very fine fibers زي كده لو انا خدت cross section ايه او فتحت الحتة اللي هنا دي كده وبصيت بلاقيها شكلها عام من كده الشكل ده عبارة عندي كلها عبارة عن fibers و كلها عبارة انا بيب دقيقة جدا اوكي very fine fibers كلها ممكن انا ماشي جواها حاجة و يبقى في براها هنا حاجة تانية اوكي يعني انا بدخل مثلا من هنا من برا هنا بيبقى الضاليزيت هو اللي ماشي من برا البلاد هو اللي بيخش للايه لجوة جوة تيوبس دي الحقيقة بنتكلم على ان surface area هي مجموعة surface areas بتاع كل الفايبر زي احنا شايفينها هنا دي كل واحدة من النقط اللي احنا شايفينها جوه دي عبارة عن fiber عبارة عن انبوبة واخدة من اول هنا لغاية هنا اوكي فحسب بقى انا يعني حجم بتاع ال dialyzer ده ايه ممكن surface area بتختلف و طبعا لما تكون surface area اكبر كل ما كان surface area اكبر كل ما كان ال efficiency بتاع ال dialysis هنا بتبقى بتبقى احسن طبعا اوكي طبعا الجزء بتاع ال dialyzer ده النتيجة ان احنا بنمشي فيه الدم اي حاجة بنمشي فيها الدم بتاع ال patient لازم تكون disposable اوكي لان احنا طبعا فيه حاجات بتبقى مثلا في امريكا بتدوا تكلموا على حاجة اسمها recycling ليها او sterilization components اللي بتطلع دي بحيس انها ترجع تاني تبقى reused يعني انما الحقيقة في مصر هنا الموضوع ده يعني مجرم القانون يعني قانونا ما ينفعش ان انا استعمل dialyzer مرتين لازم انا استعمل dialyzer ده وارميه على طور اوكي لان هو ده بيبقى فيه خطورة و طبعا لو انا ما عملش dis infection بطريقة مزبوطة بيبقى فيه عرضة يعني patient بيبقى عرضة ان هو يتنقله امراض من patient اللي قبل كده و دي طبعا حاجة في غاية الخطورة طبعا عندنا ال rate بتاع الانتشار بتاع مرض ال hepatitis C virus rate عنيف جدا نتيجة للحاجات زي كده يعني فيه عندنا استعمالات للحاجات اللي بتبقى فيها blood دي يعني في كذا مكان و ممكن يبقى برضه يتنقل المرض ده بسبب عدم الاهتمام بالحتة بتاعت ان احنا نخلي الحاجة single use اوكي فحاجة مهمة جدا نحنا استعمل ال dialyzer ده مرة واحدة و يترمي و يتاكن ان هو كمان مش بس ترمى يتاكن ان هو راح في حتة بيعالج فيها كمان يعني مش النفايات بتاعتنا لما بيبقى فيها حاجات خطيرة زي كده biological hazard زي كده لازم تعالج بشكل معين ما بتترميش مع الزبالة العادية اوكي فالحاجات دي كلها ان شاء الله نتكلم عليها في المحاضرات بتاعت ال sterilization ان شاء الله هتا يعني هتبقى موجودة برضو قريب ان شاء الله بالنسبة بقى للجزء بتاعة تكوين ال dialyzer بيبقى فيها عندنا اللي هو ال dialyzer proportion system كنا كلمنا عليه فيها عندنا كذا نوع الحقيقة اوكي فيها عندنا اول نوع اللي هو fixed volume proportioning fixed volume proportioning ده معناها ان انا باخد fixed volume من هنا و fixed volume من هنا من A والB وهم عمل لهم بعد كده ميكسي مع الووتر اوكي يعني باخد المية هنا وااخد حجم من هنا و حجم من هنا ثابت اوكي الكلام ده كان موجود الحقيقة في بعض المكان اللي كان بيشترط انك انت تشتري من عنده الجراكم بتاعة ال concentrates دي اوكي بمعنى انا دوقتي بتكلم ان system بتاع المكانة بتاعتي دلوقتي لازم تاخد كمية معينة من هنا وكمية معينة من هنا فما ينفعلهاش غير jerkin معين بconcentration معين من هنا وجيركن معين بconcentration معين من هنا لو استعملت اي حاجة تانية ما ينفعش طبعا الدنيا تبقى يعني تبقى more flexible ان انا بقى عندي dynamic proportioning dynamic proportioning ده معناه ان انا بقى عندي software دلوقتي بيتحكم في ال pump دي اخد قد اي من هنا واخد قد اي من هنا فبقى عندي دلوقتي الامكانية ان انا احط jerkin معين او jerkin تاني او jerkin يعني انواع مختلفة من ال concentrates دي بس لازم اضبط المكنة بتاعتي عشان تاخدها بشكل مظبوط اوكي في بعد كده حاجات اكتر كمان شوية ان انا ممكن يبقى فيها عندي حاجة اسمها cartridge دي مش منتشر عندنا في مصر كتير بس ممكن تبقى موجودة في حتة مثلا تانية زي امريكا او كده بيبقى عندي واحد من الجراكن يعني بنستبدله cartridge بنستبدله cartridge معناه اي؟ cartridge جاب يبقى وارعا باودر الباودر ده بدخله مية وبعمل له mixing وبعد كده في الاخر بحطه اوكي الحقيقة يعني انا يعني مش شايف له الحقيقة واجهها كبيرة يعني ترامنا already عندي جيركن من الاسد ما خلاص بقى ممكن خط التينجيراكن وخلاص يعني فمثلا اللي هو الطريقة دي الحقيقة مش هتلاقوها very common يعني دي مش مهم او احنا نتكلم عليه الحقيقة احنا غالبا نتكلم على حاجة اللي هي بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده ده معظم المكان الحالي او المكان الجديد تقريبا كله بيبقى معمول بالايه بالdynamic proportioning بتاع الايه بتاع يعني liquid concentrates الحقيقة بيبقى عندنا كزا ratio للconcentrate to water يعني mixing عشان نقدر نطلع الدرازل اللي احنا عايزينه يعني ممكن مسلا تكون نسبة بالشكل ده كده واحد واحد واتين خمسة عشرين من الف الاتين وتلاتين وسبعمية خمسة وسبعمين من الف اوكي او واحد واحد بوينت اي تري ثيرتي فور او واحد واحد بوينت سيفينتو يعني بيكلم على الاسد بايكربونات الووتر اوكي فبنتكلم عليها دايما لو احنا لاحظنا كده هنلاقي الاسد الاسد بايكربونات مش بعاد عن بعض اوكي هنلاقي ان غالبا الووتر هو اللي كتير اوي طبعا هي منطقية طبعا انها تكون كده لان انا اعمل concentration يعني لازم اخففه بكمية اكبر بكتير من الووتر وايلا ما بيبقاش لها لازمة احنا اكشور بنعمل بنستعمل concentrate علشان بيبقى صعب جدا من نسبالي ان انا استعمل او امجهز كمية من ال dializate تكفي ال patient يعني بتكلم مثلا لو انا ال rate العادي بتاعي بتاع administration بتاع ال dializate للمكنة بيكلم على one liter per minute يعني بيكلم على 60 liter per hour اوكي يعني بيكلم على 240 liter فور اوار يعني دهتنا الساشن بتبقى يعني بيكلم على ربعة طن من ال dializate يبقى جاهد علشان كل patient فطبعا ده لو احنا بنتكلم ان احنا عادين في مستشفى دلوقتي اه في منتقى الصعوبة ان انا اعمل mixing الكمية دي لكل patient وتبقى جنبه تبقى جنبه كده في خزان كبير ربعة طن كده يبقى هو بيستعمله فاحنا دلوقتي بنستعمل ال concentrate دي عشان يبقى فيه جيركنين كده حجمهم معقول محطوطين جنب المكنة اوكي احنا بناخد منهم وبعد كده في محطة مية مركزية بقى هي بتجيب المية لكل دول لكل patient موجودين في المستشفى كلها وبيحصل بقى mixing جوه المكنة اوكي فنقطة ان احنا يعني الهدف بتاعنا طبعا ان احنا يبقى المية طبعا تبقى كبيرة علشان في الآخرة تديني الكمية اللي انا اعاوز اوكي اه نلاحظ طبعا ان كل واحدة من ال ratio's دي بتبقى يعني لها جراكن مختلفة يعني عندي jerkin بتاع acid و jerkin بتاع بايكاربونات بتوع ال ratio الاولينية وبرضو اه نوع تاني بتاع ratio تاني ونوع تالي بتاع ratio تاني مش نفس الجركن ونفس نفس النوع هو هو بيستعمل بكذا proportioning proportioning ratios يعني فلازم اخد بالنا كويس او من الكلام ده علشان احنا مفروض ان احنا لما بنشغل المكنة لازم ن program it بالcorrect proportioning ratios علشان تشتغل مزبوط اوكي لو احنا ما عملناش كده بقى في خطور الحي اوكي فباسيكلي يعني some machines are designed for use with a single proportion ratio زي ما كنت بتستخدم بكلم على fixed ratio كده معظم المكنة الحالي مش بقى other معظم المكنة الحالي لا can be said to use different proportion ratios اوكي باسيكلي احنا بنبص على يعني ناخد بالنا من حاجة مهمة قوي احنا بنبص على ال concentration ratios دي او نتاكد بتاعنا معمول مزبوط بان احنا نتاكد من conductivity اوكي ال conductivity دي بتبقى مثلا انا عارف ان انا عندي الميكشر الفلاني مفووض يطلع لي كذا اوكي انا ممكن actually ان انا ابدل مثلا حاكتين مكان بعض لو انا فرضا عملت يعني wrong concentration ratios مثلا ممكن مثلا لو زودت مثلا السوديم وقللت ال potassium يبقى conductivity زي ما هي لو قللتهم بنفس ال ratio اوكي فلازم اخد بالي كويس قوي ان conductivity دي بتاسلي حاجة global كده ممكن انها تطلع انا في الاخر غلط لو انا حطيت wrong proportion ratios ممكن تطلع ال conductivity انها مزبوطة بس يبقى ال concentration غلط اوكي فدي حاجة خطيرة جدا جدا يعني ممكن use of the wrong concentration can lead to the correct conductivity but wrong composition اوكي لان انا بتكلم دلوقتي انه هو conductivity بتاعرف ions بتاعرف positive وتاعرف negative ما تعرفش ان ده صوديوم وده بوتاسيوم اوكي بالنسبة لها صوديوم بوتاسيوم حاجة واحدة اوكي ما بتاخدش بالها من الفرق بين ده وبين ده فلازم اخد في اعتباري كويس قوي ان انا لازم ا program المكنا بتاعتي على correct settings بتاعت ال concentration اللي انا بستعملها علشان في الاخر الكلام ده مبقاش في اي خطورة على العيان الجزء الوقت التالي حقيقة مختلف شوية عن الفكرة بتاعتنا اللي احنا عارفينها يعني احنا دلوقتي متخيلين احنا هنخط البلد قدام الدالي زيت هيحصل فلو للمية من البلد للدالي زيت وده مش هيحصل حقيقة احنا بالنسبة لنا بيبقى في عندنا فرق بين الميتابولايتس الموجودة هنا والموجودة هنا يعني يوريا مش موجودة خالص في الدالي زيت فمعنى كده يبقى في عندنا دلتا سي او concentration difference اوكي بين البلد والدالي زيت اوكي فعشان كده يحصل ديفيوجين زي ما احنا شوفنا في الجزء بتاع الفيزيكس هيبقى في عندنا من البلد لدالي زيت انما الحقيقة الميا الميا موجودة هنا هنا موجودة هنا ده بالعكس لا ممكن اقول مثلا ان ال concentration بتاع الميا في الدالي زيت اعلم concentration NICK الميا في البلد ليه انا ممكن ابصت العملاء بالعكس يعني بدل ما اقول ان concentration بتاع الا املاع عالي اواتي اواتي يعني هي دي معناها هيا دي نفسها النقطة ان احنا لو سيبنا العملية paisيذ بالشكل ده انا احنا فيها بيبقى بيحصل من الدياليزيت للبلاد وده بيعمل عكس اللي انا عايز اعمله بالزبط انا عايز دلوقتي البيشن ده بيبقى فيك اكساس ووتر موجود مفهوض انه يتشال عادة البيشن مثلا بيبقى جاي زايد 4 كيلو ولا حاجة عايزين نشل له 4 كيلو مية لزيادة اللي موجودين في جسمه دول فدلوقتي احنا عاوزين ان احنا نعمل طريقة عشان نعمل بيها الكلام ده وطبعا من الواضح ان طالما الباسيف ديفيوجن مش نافع يبقى لازم اعملها بطريقة اكتف فاللي بيحصل كالاتي الجزء بتاع الدياليزيت بامب اللي احنا حطناه هنا ده في الجزء بتاع الدياليزيت بيشتغل بالزبط زي الموتور بتاع المياه اللي في البيوت ده بيعمل ناجاتف براشر هنا في السيركت دي كلها بحيس يخلي فيه ناجاتف براشر يشد مياه من الجزء بتاع البلاد كمان اوكي يعني ايه يعني انا دلوقتي لو مش هادخد هنا ناجاتف براشر اوكي يبقى معنى كده لو انا حاطيت Lil P مثلا من الناحيات دي اللي هيحصل ال podcasts هيمشي كدا ويمشي كده الد霸 إليه from there over to Y وسط decent pressure ناست ناستشيكgel النية أمي Association أسوالف جزء الميجزئ needed هذي تتحكمني تماما كمية الماء أكن سميدي ب POLY يعني انا دوقتي لما بحط الموتور بتاع البيت ده بيعملي negative pressure negative pressure ده بيشدني مية من المسورة الكبيرةalling موجودة ASA remote عشان تخش البيت فنفس الكلام بالضبط هنا هو بحط هنا الموتور دوت أو ال差 ابن بالس Här عشان انشديلي ميا من الايه من جوا الايه من جوا البلود خدشتليه في الايه في ايداليزات سيركت حسب مانا اشغل ايداليزيات دي حسب الريت بتاعها حسب مانا يعني بيسيكلي يعني بحدد كميات الماء الي فتشل هنا فير منيت او فير اور عاداتا انا بعملها بحيث انها تشلل الون كيلوغرام او انا كنت بتكلم عالية بحيث على نهاية الفور اوور يبقى شل 4 كيلو علشان بقى اقيس الالترافلتريشن ده بسميه الالترافلتريشن بايداوي الالترافلتريشن يعني ان انا يعني بشد المية بطريقة اكتف من الدم عشان تخشيه فيداليزيات سوركت فده الجزء اللي هو بتاع البلود ده غير الجزء بتاع الويست الميتابولايت اللي هو كان اللي كننا بنكلم عليه من شوية انه هو باسيف ويتعمل بالديفيوشن دلوقتي انا مهمتي بقى ان انا زاي اقيس الكمية اللي انا شلتها ابسط فكرة ان انا اقيس الفلو اللي هنا الفلو بتاع الدياليزيات اللي هنا وايس الفلو بعد الدياليزر لو انا قاست الفلو هنا والفلو هنا يبقى معنى كده لو طرحت قلت ده ناقص ده يبقى معنى كده الحاجة اللي جايلي من هنا اللي جايلي من البلود دي هتبقى هي الحاجة اللي هي الالترافلتريتر ايه يعني اللي هو الفلويد اللي هو من البلود فنقطة دي طبعا حاجة بتتعامل فعلا ودي بنسميها كنترول ان انا بيبقى عندي فلو سنسور. اوكي? والفلو سنسور ده فلو سنسور ما انا صح. ومن الفرق بينهم بقدر اجيب كمية المية اللي انا شلتها. واتحكم بعد كده بقى في الدوليزية دي حسب الكمية اللي انا عاوزها اعليها واقللها حسب الكمية اللي انا عاوزها. في الحقيقة غير اللي هو السيستيب ايه اللي كنتو بكلم عليه ده اللي هو الفلو سنسور بايز. في حاجة اسمها بالانسينج شامبر سيستن. اوكي? دي بتعمل حاجة شبيهة بالكلام ده بس مش بتعمله فلو ميترز. لا ده انا باخد الدياليزيت اللي داخل عندي بما اشيه في الشامبر كده. وباخد اللي راجع بدخله في نفس الشامبر دي ناحية تانية. وبيبقى فيه بينهم بعضهم ممبرين. اوكي? الممبرين ده بقى فيه سنسور. اوكي? طبعا نتيجة لكمية بتاعت المية اللي راجعة انها اكبر. هيبقى السنسور ده او الديفرام اللي موجود في النص دوت. هيتحرك بحيس ان هو يبقى ان هو فيه مسلا من النحية دي اكتر من النحية دي. فمن الفرق ده بقى انا اقدر اعرف الكمية اللي اتشالت من هنا اديه. واقدر بعد كده اكونترول الدياليزيت بمب بتاعتي بحيس انها تتحكمني في الكمية اللي انا عاوزها ان انا اقدر اطلعها في الوقت اللي انا عايزه. اوكي? فطبعا احنا عندنا الجزء اللي هو اللي هنا دوت. اللي هو جزء بتاع الفلو ميتر ده. ده الحقيقة فيه ميزة. ان هو طبعا بيبقى ابسط بكتير. الفكرة بتاعته ابسط بكتير نقدر نفهمها كلنا. وفي الوقت نفسه يعني بتاعت البالانسين شيمبر دي اللي هي كنت بكلم عليها هنا دي. يعني مش شرط ان انا استعمل البالانسين شيمبر دي لان هي دي باتنتد. ده فيه شركة عاملها باتنت. فما يدرش ان انا استعملها. نتيجة لانها دي مخصوصة بتاعت شركة معينة. مش مش اي حد يقدر يستعملها. طبعا من اهم الحاجات اللي لازم نقب بالنا منها في مكينة نتيجة ان احنا متعامل فيها مع البلد. ناخد بلد من البايشنت ونعمل له كلينيج ونرجعه تاني. لازم المكينة نفسها تبقى كليند وديس انفكتد. بنتكلم على بقى الجزء بتاع الدياليزيت طبعا. لان احنا بيكلم على جزء بتاع البلد ده بيبقى دي سبوزابل. يعني معنى كده ان انا كل البيشنت بيجي بفتحه ستريلايز بلد لاين. فمعنى كده انها مش قلقان من دي. يعني الان للوقتي من جزء بتاع الدياليزيت سايت عشان ممكن يحصل فيه بلد اوب كيميكل وبكتيريال ديبوزيت. يعني دلوقتي عندي الناحية بتاعت الدياليزيت دي. احنا ممشيين فيها مياه بملح باسيكلي. فممكن المياه بملح دي يحصل منها يعني ديبوزيت مسلا من الملح. لو احنا مثلا بنشوف المياه اللي احنا يعني لو عندنا براد او كتل بتاعت شاي مثلا. اللي بنغلي بيها المياه. بعد شوية بنلاقى فيها ديبوزيت كده. لونها ابيض موجودة في الايه. موجودة في على على الجدران بتاعت الكتل دي. اوكي. فدي قبرة عن كيميكل ديبوزيت جاية من الاملاح اللي موجودة دايبة في الايه. دايبة في الدياليزيت نفسه. فدي طبعا ممكن تعمل كزا مشكلة الحقيقة. اوكي. ان ممكن هي اول حاجة ان هي ممكن تغيال الكندكتيفتي ممكنها تدوب. يعني لو فيه دايناميك بقى انها تدوب والديبوزيت وحاجات زي كده. بحيث انها ممكن يتقلل يتزود الايه الكنسنتريشن بقى الايونز الموجودة في الاضاليزيت. او ممكنها انجيرال تانترفير with the conductivity based monitoring. يعني انا دلوقتي بقيس الكندكتيفتي بيزد على كمية الايونز الموجودة. فلو انا في عندي ديبوزيت وديبوزيت دي لأي سبب الاسباب دابت. اوكي. فهتخلي الكندكتيفتي مونيتور بتاعي يقيس حاجة ماهيش جاية من الكنسنتريتس. ماهيش جاية من الحاجات اللي انا بعملها ميكسين. فبالتالي بتعملي مشكلة ان هي بتخلي الارياء بتاعت الكندكتيفتي مونيتور بتاعتي ماهياش اوكي. فدي حاجة مهمة جدا. وفي نفس الوقت طبعا انا دلوقتي اا يعني بتكلم على البكتيريال ديبوزيت طبعا اللي بتكلم عليها هنا. دي طبعا في غاية الخطوره انا دلوقتي يعني ال بكتيريال ديبوزيت دي ممكن انها تتنقل للدم وممكن تعمل الخطوره بنسبه للبليش. عشان اام كميكا با difficددي ان انا اعمل دورة للمكنه اشغالها باستتك اد او سيترك است او як يعني بعمل 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 المكنة بتاعتي بسميها بس او بعمل ب камهيز ب vamos através تشغلي بس الجزء بتاع دائزه لل deliberة وما بتشغلش blood side خالص اوكي وتمشي في المكنة يعني ممكن يبقى acetic acid او acetic acid اللي هو زي الخلة او الاصير لامون اوكي باستيكلي هما الاتنين حقيقي عندهم القدرة ان هما يدويبوا الايه الchemical build up اللي موجودة بالنسبة للتكتير ال build up الحاجات اللي بيراجيكا ال build up اللي ممكن يحصل بيراجيكا ال هاجر زي اللي ممكن تحصل ممكنها تبقى dis infected بchemical dis infectant ده ممكن يبقى مثلا حاجة زي البليتش زي مثلا كلوركس مثلا اولا حاجة حاجة اللي هي بتبقى عبارة عن يعني كلورين بيزد كيميكال ديس انفاكتنت اوكي فباسيكلي احنا ممكن برضو نستعمل هوت ووتر ديس انفاكشن سايكل يعني ممكن ندخل عمكة نفسها مية سخنة ومية سخنة برضو بيعلق بتاع ديس انفاكشن ده ممكن يحصل برضو يعني ففي كل الاحوال يعني مهمة جدا نحن نعمل كلينيج وديس انفاكشن من الديبازيت اللي موجودة دي وديس انفاكشن من البكتيريال الممكن تبقى موجودة في السيركيت نفسها بتاع دياليزيت على الاقل لمرة في اليوم في المكنات دي مدياليزيت عندنا مجموعة من السيفتي مونيتورز لازد بموجودة لو باجي مثلا اخد سي اي او اخد اف دي اي او حاجات زي كده لازم الحاجات دي تبقى موجودة في اي مكناة اوكي فبيبقى فيها عندي على البلاد سايت بيبقى موجود اساسا في الفينوس بلود سايت عشان يتأكد لي ان في عندنا اي سيباريشن او يليك جياني موجودة عندنا في البلاد لاين او 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 اوكلوجن معناها ان احنا عندنا في جزء تسد في البلاد لاين لأي سبب من الاسباب اوكي فده بيبروتكت اجينة البلاد لوس يعني هدفه في الاخر ما حصلش اي بلاد لوس بيبقى عندنا برضو على جزء بتاع البلاد سايت بيبقى عندنا اير بابل او فوم دي تكتور هدفه برضو ان هو يبص على اذا كان فيه مثلا بحيث ان هو خلى فيه هوا يخش او فيه عندنا يا اي سبب الاسباب فيه عندنا مشكلة في الانتاجريتي بتاعت البلاد سايركت بحيث انها نبروتكت اجينس اي اير امبولست انها تخش البيشن ما يبقاش في اي اير يعني انجيكشن تخش البيشن على الجزء التاني بقى اللي هو بتاعي ضالي زيت صعيب يبطي عندي تيمبرتشر بتاعي هدفه ان انا ابص على التيمبرتشر بتاعتي انها within preset range بتكلم مني يعني ما تقلش عن 35 وبالتاكيب ما زيتش عن 42 مفروض انها تبقى عايدية عن 37 النقطة ان انا لو زودت على 42 بيحصلني hemolysis لما زودت عن 42 درجة بيحصل فيها تكسير فيحصل فيها خطورة على البيشن بالعكس بقى لما بتكلم على الجزء بتاعي ان انا الا درجة الحرارة بتاعتي عن 35 درجة دي بيبقى فيها energy loss درجة الحرارة بتاعتي البلد دي دي core temperature بتاعتي البني ادم لما انا باخد الدم ده وابراده يعني احطه in contact مع حاجة ابرد درجة حقيقة 35 درجة اللي بيحصل فيه heat loss بيحصل بين الدم وبين الايه بين الضاليزيت لما الدم اللي هو كولر بيخش بيبتدي بعد كده يعمل البني ادم ده يعني hypothermium اوكي يقل لدرجة حرارته اللي هي core temperature بتاعته فدي خطيرة الحقيقة دي برضو ممكن لو بيشن ضعيف شوية ممكن ما يقدرش ان هو يستحمل حاجة زي كده اوكي فلازم يبقى فيها عندي monitoring برضو ال temperature دي بحيس انها تبقى ايه تبقى ودين ال range اللي ما يحصلش منه خطورة على ال patient الجزء تاعة conductivity زي ما كنت بتكلم برضو هدفه فداليزيت circuit ان انا ببص على conductivity now within preset range علشان يعني لو في اي تغيير في ال preset range ده يعني ممكن يحصل على طول اي يعني خطورة على ال patient ممكن يحصل علي cardiac arrest على طول بالنسبة لل patient فاي تغيير لهو اقل او اكتر بيبقى في خطورة على ال patient وممكن الخطورة دي تبقى ايه يعني ممكن تبقى fatal ممكن برضو تشيك على hemoglobin ده اللي هو blood leak blood leak detection بيسميه hemoglobin لان انا ببص على hemoglobin اللي هو فيه يعني هو ده الحاجة اللي بتدين لون احمر بتاع الدم فده هدفه ان انا بتاكد ان ما حصلش اي حاجة ال dialyzer يعني ال dialyzer بتاعي اه بتكلم integrity مفروض ان هو maintained يعني ما بحصلش فيه leakage between blood side والايه وال dialyzate side طبعا لو احنا فاكرين احنا في الجزء بتاع ال ultra filtration احنا حاطين pump بتشد مية من الدم فمعنى كنان احنا احنا بنحط pressure على على الجزء بتاع الممبرين الموجود في ال dialyzer ده عشان يشد لي مية من الدم لو انا حصل عندي rupture في الجزء بتاع ال dialyzer ده النتيجة لل negative pressure الموجود في dialyzer side الدم هيليك من من ال blood side ال dialyzer side مش العكس لو عندي رابشر يعني ممكن لاحظة يتخير رابشر ده يخلي dialyzer يخش لل blood العكس بقى هو لا يحصل ان الدم هو الخش لل dialyzer ده برضو هدفه الاساسي ان انا اتحرك بلد لص لان انا برضو لو ال blood بتاعي كان بيخش من ال blood circuit يخش على dialyzer circuit يبقى معنى كده هو بيبقى lost في الدرين وفي الوقت نفسه ما بيرجعش للبني ادم فبيحصل طبعا لص للايه للدم بتاع ال patient نلخص بقى الجزء بتاع ال functions بتاع ال dialyzer وال blood circuit اول حاجة بتprepare dialyzer solution for safe exposure to the patient's blood بن monitor dialyzate for conductivity and temperature بن circulate dialyzate through the dialyzer بن regulate ultra-filtration by volumetric control of the dialyzate عن طريق طبعا ال dialyzate pump ultra-filtration pump و بن monitor the fluid dialyzate for blood leaks prior to going to the drain احنا بنشوفها في ال dialyzate circuit في البلد circuit بقى بن circulate ال blood outside the body through the dialyzate بن anti-coagulate الدم دوت يعني نحط له heparin بن maintain blood in a sterile state يعني ما معرضوش لأي حاجة مقربة فيها biological hazards يفضل معقم زي ما هو ما حصلوش اي تلوث بن monitor extra-cropriate blood circuit for arterial venous pressures عشان نتاكد ان ما بيحصلش blood loss ونتاكد ان ما فيش اي air او blood leaks حصلت في ايه؟ في الجزء تاع blood circuit دي احنا عادة لما نبص على مكهة ان هي مدارسة هنلاقى عندنا يعني فيه panel كده بنقدم بيها control ال panel دي بقى فيها مجموعة من الحاجات بيبقى فيها مثلا indicators كده اذا كان فيه blood loss او فيه air يعني موجود عندنا في circuit بقى البلد بيبقى فيها عندنا مثلا اذا كان فيه اي alarm وانزل الحاجة بيبلينا هنا وفيه عندنا شوية monitor كده لل flow rate temperature الحاجات كلها بتبقى باينة عندنا بفيه طبعا بعض الحاجات اللي ممكن احنا نعمل بيها control على circuit بتاعتنا ده كان الشكل القديم بتاع control بقى شكل اللي هو زي ده كده زي بتاع الماكن القديم اللي احنا كنا تكلمنا عليه الكلام ده كان بقى عن شوية دلوقتي الدينية اتغيرت شوية بقى فيه عندنا touch screen بقى فيه عليها كل monitor اللي بتكلم عليها دي والدكتور دلاتي او ال operator عموما بي operat الماكنة بتاعتنا من على الايه من على ال monitor نفسه مباشرة عن طريق touch screen باسيكي احنا لازم عشان نفكر في موضوع monitoring ده ان ما فيش حاجة اسمها monitor يعني ممكن هو يبقى fail safe اوكي يعني بمعنى ان احنا يعني لازم يبقى في دماغنا حاجة مهمة قوي ان all sensors او all monitors can fail اوكي سواء كان mechanical electrical or combination من الاثنين يعني فيه يعني معروف حاجة اسمها murphy's law في امريكا يعني if anything can go wrong it will يعني لو فيه احتمال ان حاجة تحصل يعني حاجة تحصل غلط او حاجة انها تمشي في طريق غلط في يوم الايام لازم هتحصل اوكي فلازم اعمل حساب انها هتبقى كده اوكي فالمشكلة في بعض الناس انها بتتخيل ان machine monitors دي يعني انها fail safe بات مهياش fail safe ليه بقى لان truly fail safe device cannot be overridden to cause harm either by the electronic or human intervention ده طبعا مش الحالة في hemo dialysis يعني انا دلوقتي لما عندي مكناة بتعملي alarm على condition معين كويس ويبقى في عندي طريقة ان انا اوقف المكناة دي بحيس انها او اخلي المكناة دي تمشي تاني يعني اعمل disregard او ignoring alarm دوت وخلي المكناة تكمل انها تشتغل يبقى انا كده عملت حاجة يعني خلت المكناة ترجع تاني ممكن لو كان فيها مشكلة حقيقية ممكن انها تقذي ال patient فعلا اوكي فما فيش عندنا حاجة بتبقى ايه بتبقى fail safe خالص اوكي يعني هي لازم ابقى برضو اخد في اعتباري ان لازم يبقى فيها عندي كزا line of defense مش line 1 of defense اوكي يعني ما يفعلش ان انا مثلا يبقى عندي air bubble detection كويس وممكن يبقى فيها عندي زرار في المكناة هي خليلي ان انا اوبررايد ال ايه الكلام ده وخلي البلاد يرجع تاني للpatient اوكي لازم فيها عندي كزا line كده و independent و مستقلين عن بعض يعني في كل حاجة بحيث ان انا يبقى لو حصل فيه failure في جزء ومسلا لو فرضا ان اوباريتر مش يواخد باله يبقى ستل المكناة ما تشتغلش برضو اوكي فباسيكلي يعني من الضروري جدا ان احنا نخلي المكناة بتاعتنا simple to operate and accurate اوكي فيعني باسيكلي لازم انا اخلي المكناة تبقى الoperation بتاعها واضح جدا علشان ما احصلش use error اوكي وكلامنا الحقيق نتكلم عليه في جزء بتاعنا human factors engineering لان في بعض الحاجات يعني الناس لقيت ان في damage او في injury بيحصل للpatient عن طريق use error يعني استعمال خاطئ للمكناة اكتر من ان المكناة تفيل اوكي فدي جزء مهم جدا لازم المكناة تبقى design بحيث انها تبقى سهلا الpatient يستعملها او الpatient اللي هو بيستعملها بيستعملها لنفسه اوكي بحيث ان ما يحصلش يعني بمبقاش النسبة بتاعة use error تبقى مؤثرة بالنسبة لايه للاستعمال بتاعها الحقيقة عادة بنبقى يعني دايما بيبقى في عندنا dual monitoring اوكي يعني بيبقى في عندنا دايما يعني لازم يبقى في المكناة بتاعة hemo darsis بالذات يعني مش في عندنا بس المونيتور موجود لا ده لازم الدكتور او الممرضة او المسؤول بتاع الوحدة بتاعة الغسيل الكالوي مفوض يبقى واخد باله هو كمان وباصس كويس قوي بالمونيتور هو زي زي المكناة بالضبط يعني ما ينفعش ان الدكتور يعتمد على المكناة ان هي تعمل كل حاجة ده كده خطأ اوكي لازم ال continuous surveillance اللي احنا بتكلم عليه تحت ده continuous surveillance of hemo darsis personnel ده مهم جدا 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 ان هو ده can not be replaced by يعني المكناة نفسها او computer او any device اوكي حاجة تاني من الحاجات المهمة الحقيقة برضو ممكن نتكلم عليها في الجزء دوت ان احنا عادة في design بتاع المكناة نفسها من design المكناة بحيث انها يبقى فيه multiple monitoring يعني بقى فيه مسلا لو انا بعمل حاجة مهمة زي conductivity بقييس conductivity ب two different monitors ومشيهم في two different hardware circuits اوكي وايس الاثنين ب two different processors حتى اوكي بحيث ان انا في الاخر compare the two مع بعض لو لقيت فيه خطأ لو لقيت فيه واحدة فيه مختلف عن التانية ما بفكرش بقى اشوف انا واحدة فيهم الصح واحدة فيهم الغلط اعرف ان فيه خطأ وخلاص واقف المكناة فورا لان لو حصل فيه خطأ في جزء تاع conductivity ده معناه ان ال patient ممكن يبقى ايه يعني يبقى فيه خطورة على حياته فمعناه كده ما ينفعش ان انا اعمل اي حاجة يعني وفيه خطورة على حياة ال patient خالص اوكي ففيه حاجات كده بتتعمل بالشكل ده وفيه حاجات مثلا زي الجزء بتاع blood leak detection blood leak detection او يعني اللي هو الجزء اللي هو بتاع او جزء بتاع air bubble detection مسلا اوكي ما ينفعش ان انا افضل اسحب دم من ال patient كويس وفيه عندي blood leak او فيه عندي ماداش ارجع الدم ده لل patient لو فيه عندي air bubble فبقى فيه مثلا عندي بعض ال safety devices زي مثلا هو ال venus clamp او line clamp اللي انا كنت بتكلم عليه او في ال block diagram ال line clamp ده مهمته اول لما يحصل detection لل air bubble هو اوتوماتيك اللي بيقفل يعني هو واخد يعني واخد المعلومة من air bubble detector او طول مباشرة مش واخدها من خلال الكمبيوتر اوكي يعني مش السنسور بتاع ال air bubble ده بيبعت الكمبيوتر والكمبيوتر اللي بتحكم في ال venus clamp لا ده هو اصلا واخد line على طول من من الجزء بتاع السنسور على طول مباشرة بعيدة عن ال processor عشان ما يحصلش اي glitch او اي مسلا software bug او اي حاجة تعمل خطورة على ال patient في الجزء ده ففيه بعض الحاجات كده في ال design بناخد بالنا منها بحيس ان احنا نتاكد ان safety بتاع ال patient في اي condition بتبقى maintained نرجع تاني الجزء بتاع ال dialyzed circuit ال dialyzed circuit زي ما كنا بنتكلم احنا في عندنا ال heater يعني ماخد الماية بتاعتنا اللي هي المعقمة بيقى فيه heater Deeration basically بيقى في عندي بس مجرد ما بحطها في chamber كده بيقى عندي هنا negative pressure واتوماتيك دي حتى ربس بتاع كده البابلز الموجودة هنا في الجزء بتاع ال water هيبقى افضلها انها تكون هنا اوكي لان هيبقى هنا ال pressure اللي عليها هيبقى ايه هيبقى اقل فمعنى كده ان هي في الاخر البابلز الموجودة هنا هتتجمع وتطلب من هنا على طول بعد كده بدخلها على proportionate pump بتبقى اخدم two concentrates مش واحد بس بيقى فيها عندي اتنين هنا ودخلها بعد كده على conductivity probe عشان اتاكد انها مظبوطة ودي طبعا بتتحكم في proportionate pump وبقيس temperature بتاعتها قبل ما بتدخلها بعد كده على ايه على dialyzer بيقى في عندي هنا حاجة باسميها bypass valve لغاية لما انا اضبط الجزء دوت لغاية لما ده طبعا في الاول بيحصل priming priming معنى انا قبل ما ادخل المية ويبتدي ال concentration ده يبقى stabilize يبقى concentration بتاعي dialyzer stable temperature تبقى stable بتاخد شوية وقت فما ينفعش في الوقت ده ادخل المية اللي هي ممكن تكون سخنة او بردة او ال concentration بتاعها غلط او حاجة زي كده ما نفعش ادخلها على الجزء بتاع ال dialyzer فبعمل لها bypass بحيس نقطة bypass الايه الجزء بتاع ال dialyzer ده ودخلها بعد كده على drain على طول مباشرة فال bypass valve ده بقدر فيه برضو كسافتي للمكناة ان انا بتحكم ان الحاجة اللي موجودة هنا الايه ال dialyzer الممكن ما يكونش مناسب اقدر ان انا عمله bypassing للجزء بتاع ايه dialyzer اللي هو ببعين contact مع البلاط طبعا لو انا بعمل disinfection او يعني sterilization او حاجات ده كلها بمشي برضو ال agent بتاعي اللي انا بستعمله بمشي في ال bypass valve مش بمشي طبعا في الجزء ده اوكي طيب بعد كده بيقى في عندي flow meter اللي هو ال flow meter اللي اولان اللي كلمنا عليه بيقى فيه flow meter بعد كده زي ما اتفقنا في عندنا اتنين flow meters ال basically احنا يعني لازم يكون عندنا برضو blood leak detection عشان ال dialyzer او dialyzer اللي جاي من dialyzer لو لقيت هنا فيه blood leak بقى لازم اعمل bypass على طول واوقف اوقف ال circuit بتاعت الايه بتاعت البلاط بقيس هنا pressure بتاعي برضو عشان او عارف ال pressure او عامل ازاي وبعد كده في نفس الوقت اللي هي ultra filtration pump اللي انا بشدي بيها بقى الايه ال dialyzer في circuit بتاعت dialyzer وبشدي بيها المية من الايه من البلاط عشان اعمل ultra filtration بالنسبة الايه الموجودة عندنا هنلاقي فيه عندنا طبعا بالنسبة ال heater monitoring هنلاقي فيه thermistor فيه back circuit عادية خالص اعمل احنا بنشوف ايه temperature control circuit و basically يعني دي ابسط حاجة موجودة عندنا حقيقية لان دي فعلا بتبقى يعني دي standard في حاجات كتيرة حقيقية الجزء بتاع ال heater monitoring الجزء بتاع the duration monitoring ده ده الحقيقى بيبقى most likely يعني ممكن احنا نشوفه بعينينا يعني نشوف اذا كان في air bubbles في ال dialyzer line ولا مفيش اوكي فده بيعتمد على ان في عندي vacuum pump وفي عندي pump اللي هي محطوطة فوق دي بحيس انها ممكن انها تعمل vacuum فوق كده بحيس تشديلي ال gas molecules الموجودة او gas bubbles الموجودة عندي جوه ال water اوكي فممكن تتحكم برضو في الليفل بتاعها manually برضو دي بتبقى عاداتا manually ويمتبقوش ما تبقاش حاجة ماك هبتحكم فيها بطريقة automatic يعني هي لازم نكون ماخدين بنا من حاجة مهمة قوي ان ال air bubbles الموجودة عندنا في ال dialyzer دي الحقيقة لقوا ان هي بتسبب كذا مشكلة في ال dialysis عموما يعني زي false blood leak alarms يعني ممكن مسلا تيجي في الجزء بتاع البلود leak دوت وتعمل مسلا occlusion يعني بين السنسور اللي هو بي send وي receive مسلا فيعمل لي false detection في blood leak وما فيش blood leak ممكن انها تعمل برضو false conductivity alarms برضو لما بدخل ال flow بتاعي على الحتة اللي بقاس فيها ال conductivity لو في عندي air bubbles على الالكتروز الموجودة دي دي ممكن برضو تقسلي بطريقة غلط وممكن انها تانترفير برضو مع الجزء بتاع ال volumetric control function بتاع ال ultra filtration لان انا يعني لما بدخل volume من ال dialyzer وفيه air bubbles ده بيبقى مختلف شوية عن الحاجة اللي بتبقى ما فيهاش air bubbles اوكي فبالتالي بيتقلل لي عموما dialyzer efficiency او dialyzer efficiency عموما يعني طبعا من اهم المونيترينج اللي موجود عندنا هو المونيترينج بتاع الميكسنج device اللي هو بيعمل لي يتاكد ان ال dialyzer بتاعي concentration بتاعه مناسب ان هو يبقى in contact مع البلود زي ما كنت بتكلم ان فيه عندي ratios للwater to dialyzer والratius Z بتبقى محددة جدا اوكي فلازم ملتزن بيه ولازم ممكن تبقى programmed على ال correct concentration بتاع الموجودة المشكلة بقى اللي ممكن تحصل كالاتي اللي ممكن تحصل فعلا في المستشفيات ان ببعض الاحيان ممكن الممرضة اللي بتجهز المكنة ممكن انها تغلط وتبدل المكان بتاع الجيركن بتاع ال acid والجيركن بتاع ال bicarbonate فالمشكلة او انا عملت reversing للinputs بتاعتي دي الحقيقة ممكن يحصل mixing للاثنين ويطلع لي في الاخر ال dialyzer دوت ممكن يطلع ال conductive بتاعته في الاخر المزبوطة زي ما احنا كنا بنكلم بس المشكلة ان ال ionic strength بتاعها مختلف تماما على انا عايزه فممكن يبقى فعلا يدي lethal ionic composition للا ايه? لداليزيت اللي انا بعمل له generation دوت. فنقطة ان احنا في الحالة دي ممكن احنا ن detect حاجة زي كده في مطاقة البساطة ان احنا نبقى عارفين ان مفروض ال rate اللي انا بسحب به acid من acid side والbicarbonate side في normal case لو انا حاطت ال concentrates المزبوطة مفروض يبقى حاجة محددة او ما يبقاش بعيد عنها. فلما لاقي ان ال rate بتاع اختلف اوي يبقى عارف ان في مشكلة. يبقى انا بتاع سرعة بتاع ال acid والbicarbonate ممكن يبقى ان في مشكلة. او ممكن بقى ببعض المكان اللي هو ال advanced شوية ممكن يحط حاجة بنسميها pH monitor. يعني بيزود حاجة تانية غير ال conductivity كمان يبص بيه على ال dialyzer عشان يتاكد انها مظبوطة او يعني برضو بغير ال pH بتاعتي. اوكي? فلازم اتاكد برضو ان انا عندي ionic composition بتاعي اللي هو نفسه ال pH اللي انا عاوزها. لان انا لو عملت تبديل الاثنين ال pH بتاعتي تختلف اختلاف كبير. اوكي? فمعنى كده ان انا برضو ممكن ان انا ادتكت ازا كان في اي reversal اي? لل input بتاعتي عن الحاجة اللي مفوطة بقى موجودة. في كل احوال الحاجات دي مفوطة بقى موجودة في المكنة. بس يستحسن طبعا الناس اللي بتشغل المكنة او الطبيب اللي مفوط يبقى موجود في المكان. لازم يبقى اواخد بالو كويس قوي من الماضي ده لان دي حاجة في غاية الخطورة. يعني monitoring بتاع الطبيب او الممرضة او المسؤول بتاع الوحدة بتاعت الغسيل الكلاه بيبقى اهم بكتير جدا من المكنة لان المكنة برضو زي ما احنا شايفين كده. ممكن في بعض الاحيان مثلا ما يبقاش efficient في حاجة زي كده. لو انا غلطت غلطة معينة كده ممكن ما تبقاش detected بالمكنة. لو انا بتكلم عن monitoring بتاع conductivity عموما. conductivity measurement is an estimate of the total ionic content. اوكي. does not measure or reflect specific ions. دي حاجة مهمة جدا زي ما كنت بقول. يعني انا دلوقتي لو انا عندي حطيت حاجة او حاجة تانية بنفس الايونيك strength. ال conductivity ما بتشوفهاش خالص. اوكي. فنقطة انا ببقى اواخد بالي من موضوع ده كويس قوي عشان ما افتكرشي ان ال conductivity دي بتديني indication. او حاجة محددة اوكي. لانا ممكن لو بدلت حاجة مكان حاجة تماما مش هتفرق خالص بنسبة ال conductivity لو ليهم نفس الايونيك strength. يعني لو زودت قوي البوتاسيوم وشلت خالص الصوديوم بنفس النسبة. اوكي. بلاقي في الاخر conductivity ما تغيرتش. فدي حاجة خطيرة جدا لازم اكونوا اخب بالي منها. طبعا الايونيك conductivity دي بنقسها بالميلي مو. اوكي. هي مو دي عكس اوم. عشان هي واحدة على resistivity كده كده يعني واحدة على resistance. فبتبقى عادة بتقسم ميلي مو بر سنتيمتر او بنسميها ميلي سيمينز. يعني ساعة المو دي بنسميها سيمينز. اوكي. ميلي سيمينز بر سنتيمتر. اوكي. بيبقى عادة عندنا رينج كده عادة من مثلا من 13 ل 15 او حاجة زي كده. المفروض انها تبقى في حدود ال 14 او اللي حاجة. بيبقى عندي ده بيعتبر safe range بتاعي. كويس. لو حصل انها طلعت بقت اقل من الرينج دوت بقت 11 مسلا او بقت اعلى من الرينج ده بقت 16. لازم بيبقى فيه يحصل. لازم بيبقى فيه مسلا عندي السرينة اللي هي زي بتاعة اللي مقصودة فوق المكان دي لازم تناور احمر مسلا ولازم يبقى فيها عندي صوت ان فيه موجود او فيه خطورة موجودة على في الوقت ده. وفي الحالة دي وانس ان احنا عملنا للوجود ا ا ا ا ا ا ا ا يجب ايجاب كونتكتيفتي. لازم اعمل على طول باي باسنج للدياليزيت الموجود ده علشان ما يعديش على الدياليزر. اوكي? لو عد على الدياليزر مش مزبوطة دي ممكن ده من خطورة على الحياة المريض. الجزء بتاع البيباس ده ما كنت بقول كده هو بيدايفيرت البيباسيات directly to the drain away from the dialyzer to avoid exposure of patient blood to unsafe dialyzer. يعني انا دلوقتي مهمتي في الجزء بتاع البيباسيستم دوت ان انا باخد البياخد البيباسيات اللي هو اللي جاي دوت ما بعدوش خالص على الجزء اللي فيه dialyzer. لا بخليه يمشي من بره بره كده على طول على الدرين مباشرة اوكي. فده مهم جدا علشان ان انا افويد ال high وال low conductivity conditions او ال high وال low pH لو انا حاطت pH monitor اللي هما الاثنين برضو نفس مشكلة بتعنييني برضو في مشكلة في ال concentration الموجودة عندي او high وال low temperatures اوكي فدول على طول ان هما once ان هما detected بيخلوا البيباس ده بديتكت او لو انا بعمل المكنة بتاعتي بشغالها في حاجة بسميها rinse mode. rinse mode ده انا ممكن الاول اكني بعمل شطف كده للمكنة بحيث ان انا بنظافة قبل ما ببتدي اعمل بعد كده ايه? hemo dialysis. فنقطة ان انا او بعمل مثلا cleaning او بعمل disinfection زي ما كنت بتكلم قبل كده. فنقطة ان انا في rinse mode دوت بعمل bypass عشان برضو ان انا يعني ممكن ان انا override bypass في الجزء دوت عشان بس نقدر ان احنا مثلا نعمل cleaning للجزء دوت. اوكي فساعتها ممكن يمشي حاجة لو احنا بنعمل مثلا بنمشي الاول مية مثلا هنا عشان بس مجرد نتاكن الباث دوت يعني rinsed او حصل له يعني شطف كده. يبقى معنى كده ان انا ممكن ان انا bypass الجزء دوت يعني ما بوصلش خلاص عن monitors اللي عندي وبخلي المية تمشي في ايه? في كامل ال dialysis circuits. نخلي بنى من حاجة مهمة قوي ان rinse mode ده should never be activated while the patient is on dialysis. يعني منفعش ان انا احط الكلام ده ابدا وفي عندي patient راكب على المكنة اوكي او واصل من المكنة اوكي فباسيكلي احنا لو احنا عن rinse mode في مكنة يعني من المكن اللي هو الحديث شوية بيبقى على طوله automatically ما بيخليش البلد pump تشتغل يعني ما بيوصلش البلد لل dialysis لغاية لما انا اخرج من rinse mode دوت اوكي بس برضو زي ما بقول برضو اهم حاجة في حاجة زي كده ان احنا نبقى احنا ال human observers اللي حوالي المكنة او ال human operators هم اللي بيواخدين بالهم من حاجات زي كده لان هم ال observation بتاعهم وال surveillance بتاعهم ال operation بتاع المكنة اهم بكتير جدا من safety measures بالمكنة نفسها نفس الكلام بالنسبة لل temperature حقيقة زي ما كنا منقول لازم تقوم بعملين سواء 30 و 38 في ال range العاية بتاعها لا يمكن ان هي تكون اكتر من 41 لو هي 42 يبقى فيه خطورة لان ال normal rbc بتاعتنا بتبتدي بتعمل لها تحصلها هيموليسيز عند 42 درجة وباسيكلي لو احنا حتى عملنا overheated dialyzate لو احنا استعملنا مثلا 40 درجة ولا حاجة الحقيقة لقوا ان في بعض الدراسات بتقول ان ممكن الكلام ده يعني ممكن على مدار فترة طويلة ممكن الناس اللي اتعرضوا لل dialysis operations يعني او dialysis treatment يعني لفترة طويلة باستعمال dialyzate drug heart واعلى شوية غالبا بيحصلوه من يعني يبقى ال rate بتاع cardiac arrhythmus بتاعهم اللي جالهم بيبقى اعلى شوية اوكي فهي لازم حاجة خطيرة لازم ناخدها ناخدها في اعتبارنا نحاول دايما نخلي درجة حرارة بين 37 و 38 ما يطلعش عن كده لا اكتر من كده ولا اقل من كده اقل من كده اقل من كده زي ما كنا بيقول ممكن نحصل hypothermia يعني يقلل درجة حرارة بتاعت ال patient ودي حاجة طبعا بالنسبة ال patient ممكن يكون ضعيف شوية ممكن ده مهم جدا برضو اللي هو جزء اللي في ال dialyzed side عشان نتاكد ان ال dialyzed اللي جاي لنا من ال dialyzer ما حصلوش اي mixing مع ال blood يعني ما يحصلش ما يكونش في رابشر في ال dialyzer ده بحيس يدخل لنا blood من blood circuit لل dialyzed circuit فالفكرة تاعته بسيطة جدا بيبقى في عندي light source وفي عندي photocell نحن التانية في الوضع الطبيعي بيبقى هنا الدنيا كلها كلها هنا بيبقى مية بملح فهيبقى clear فمعنى كده ان الضوء اللي هنا ده هيجي هنا في يديني indication او يديني voltage معين وانس ان بقى فيه هنا basically يعني RBC او يعني فيه blood هنا هيبقى فيه جزء اللي هو اللون مختلف فالحاجة اللي بيلاقي اللون مختلف دي هتخلي ال intense اللي جايلي هنا بتاعت light source دي تبقى اقل فالdetecter غطون فيه هنا حاجة opaque خلت اللي موجود هنا ده ما يعديش يروح الناحية التانية اوكي الشكل بتاعنا بتاع ال blood leak detector بيبقى حاجة من المنظر ده كده ال line بتاع الضوء اللي زي بيماشي جواه كده هو بيديتكتر غطون فيه هنا source وهنا الايه ال detector اوكي بحيس هو يعمل لي الكلام بعض الاحيان بيبقى ال blood leak ده بيبقى هنا محطوط بحيس ان هو يدتكت لون احمر بالذات يعني يبقى سنسب اكتر لون احمر بس اكشي احنا عمنا حتى باي light source يمفروض تشتغل ان ال blood source يعني لو هو قدامه حاجة opaque وتفر بقى لون هي ايه ممكن هي على طول تبقى ايه تبقى detected في الايه في الناحية التانية الجزء بقى بتاع ال blood circuit ونجع عليه تاني اللي بيبقى جاينة من ال patient اللي هو arterial side بتاع المكنة اوكي بنقيس هنا arterial pressure ده arterial pressure مش بتاع ال patient ده بتاع ايه بتاع المكنة بيبقى في عندنا هنا بلود pump اللي هي بتشدلنا الدم اللي هي بتبقى بريستالتك بومب اللي احنا شفناها بيبقى في عندنا هنا قدرة احنا نغير القيمة بتاعتها نغير سرعتها بادينا او من خلال المكنة بيبقى في هنا الhyperine pump بعد الhyperine pump دي اللي هي بتادينا anti-coagulant عشان يبقى ال blood الماشى عندنا في الاكسرا corporeal circuit دي ما يحصلوش coagulation بتخش بعد كده على ال dialyzer وتطلع منها بعد كده على في عندنا بقاس ال venus pressure بتاعنا وبقى detect اذا كان في عندي air bubbles وبعد كده بخش من دي على ال venus clamp يعني دي اللي هو ال line نفسه بيعدي في venus clamp بيخش بعد كده يرجع تاني ال patient ده ال venus side بتاع ايه بتاع المكنة اوكي ال venus clamp هنا لو لاقى في air bubble detected بيقفل هنا على طوله على ال line ده بحيس ايه بحيس يمنع ان ال blood ده يرجع ال patient في جزء مهمة قوي هنا اللي هو ال silent solution اللي هنا ده محلول ملحي المحلول ملحي دوت اه لو احنا فكرنا كده ان احنا دلوقتي عايزين بتدي ناخد دم من ال patient طبعا احنا في البداية خالص كل ال line ده اللي هو اللي ماشي ده كله ده كده مفوش اي دم خالص يعني لسه ما اخدش خط دم من ال patient ومش معقول ادخل الدم بتاع يمشي في انبوبة فاضية كده انبوبة فاضية معناها يبقى in contact مع هوا وفي الاخر ادخل الكلام ده في الاخر لل patient وما ينفعش فاللي بيحصل فعليه ان انا باملى ال line ده كله باملى بمحلول ملحي اوكي بعمل بسميه حاجة اسمها priming اوكي priming ده اكده اكده ال line ده كله بايه بيسهل solution بحيس يبقى كله مفوش اي blood بابلز خالص لغاية الاخر خالص وبعد كده اصحب دم من ال patient هو ال patient بقى يبتدي يخشله لما انا اسحب منه دم هنا يبتدي يخشله من هنا ده لغاية لما في الاخر الدم بقى اللي هنا يبتدي يوصل ايه يرجع تاني بعد كده من هنا بس يعني كده انا خليت ال line ده كله مليان محلول ملحي لانه ده متش سيفر على ان انا اخلي فيه هو اوكي فدي حاجة مهمة جدا جزء بتاع 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 الجزء بتاع في الاول خالص اول treatment خالص ده بيحصل في اول treatment وخلاص بعد كده في الاخر خالص برضو احنا ممكن احنا بنرجع الدم برضو ممكن نرجع برضو الدم ان احنا يعني لما دم مثلا يبقى هنا مثلا في جزء ده ابتدي احط بتاعي بحيس ان في الاخر يبقى الدم ماشي ووراء الدم محلول ملح ده عشان في الاخر برضو الدم يرجع وما يبقاش وراء هوا برضو اوكي فهي بتستعمل في البداية وفي نهاية treatment اول مونيتورز عندنا موجودة في ال blood side هي ال arterial revenus pressure هلاقي ان كل واحد فيهم برضو low range والرانج ده مفروض ان هو لو خرج براه بيبقى برضو بيحصل الارم هنلاحز هنا ان الجزء بتاع ال arterial pressure الرانج بتاعه في ال negative 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 values وجزء بتاع ال venus pressure اوكي هلاقي ان هو positive values ده طبعا متوقع عليه طبعا احنا مش بتكلم على ال arterial or venus pressure بتوع ال patient زي ما احنا قلنا ده ال arterial pressure بتاع المكنة وال venus pressure بتاع المكنة ال arterial pressure بتاع المكنة لازم يكون negative A علشان يسحب دم من ال patient اوكي انا حاطين البمب اللي موجودة دي بتعمل negative pressure علشان تسحب دم من ال patient لو دي عالية لو ال arterial pressure ده عالي يبقى معنا كده الدم مش يخرج من ال patient يخش للمكنة اوكي العكس هنا نحنا التانية انا دوقتي عايز دم اللي جاي من هنا ده اللي هو من venus side ده يخش من من venus side ده يخش على ال patient فمعنا كده ده لازم يكون اعلى من ال patient اوكي في كل واحد من دول بيبقى فيه عندي range لل values لو خرج ال value بتاع تبرى range يبقى معنا كده لازم يحصل ايه لازم يحصل ايه الارم اوكي فيه طبعا high level alarm يعني فيه low limit alarm وhigh limit alarm يعني ما يفعش ان انا يبقى بس ال pressure يبقى لو عالي بس ادي الارم لا لو هو عالي او قوتي يبقى برضو يبقى فيه الارم طبعا لو pressure بتاعي L يبقى معنا كده حصل leakage يعني لو احنا متكلم على ان حصل leakage بيبقى ال pressure بيحصله drop فبعمل detection على طول ان ممكن يحصل blood loss لو حتى ما حصلش blood loss ممكن يحصل blood contamination فلازم اخد بياني من الاتنين الحقيقي الجزء برضو مهم جدا اللي موجود عندنا في blood circuit هو الجزء بتاع air bubble detector او air foam detector وال venus clamp كويس؟ air foam detector هو مهمته ان هو يسنس اذا كان فيه اي 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 blood bubbles موجودة في الدم كويس؟ بيبقى شكله حاجة بالمنظر ده كده شبه قوي الجزء بتاع blood leak detection عادة بيبقى معظم السنسور موجودة حالين بتبقى ultrasonic sensors وسعب بيبقى فيه reflected light sensors بس actual ultrasonic type هو المست commonly used الجزء بتاع Venus clamp بقى او line clamp اللي بيحصل ان هو بياخد line بتاع blood دوت بيحصل له يعني ده بيخش جوه كده بحيس يفعص ال line ده كله بحيس ما يبقاش فيه قدرة على يعني اكيد بقى تماما بعمل shutting down لل line ده completely يعني الدم اللي جاي من هنا ده ما يخشش لل patient اصلا اوكي فالجزء ده مهم جدا ان هو بيمنع الدم اللي ممكن يبقى فيه air bubbles ان هو يخش تاني في ال patient ده بيبقى activated مباشرة من detection بتاع air bubbles اوكي يعني ده بياكتيفيت ده على طول من غير حتى ما يخش على ال processor بتاع الماكنة لاني ده condition اللي اعتبر very serious ومستحسنش بيبقى فيه اي delay في ال response الحقيقة الماكنة بتاعت ال hemo dialysis لها مجموعة من standards يمكن اهم واحد فيهم هو standard بتاع ال nc amy rd5 2003 و revise 2008 ده الحقيقة بيدينا كل واحدة من conditions اللي بتاحصل لنا في الماكنة ويقول لنا response مفروض يبقى عامل ازاي ده برعا standard معناها ان كل ماكنة من ماكنة ال hemo dialysis مفروض نوع ما يفولو particular instructions اللي موجودة عندي في ال standard ده طبعا مجموعة من conditions زي احنا شفناها وكلمنا عليها دلوقتي من شوية كل واحدة فيهم هنلاقي فيها basically ايه بالظبط اللي احنا مفروض نعمله خلينا ناخد مسلا واحدة من الحاجات اللي احنا لسا نكلمين عليها من شوية صغيرين لو بنتكلم مسلا على الجزء بتاع air protection لو بيحصل عندنا air protection معناها ان بيحصل عندنا air bubble detection لازم بيعدي audible و visual alarms اوكي و لازم ترن off the blood pump to prevent air and venus blood line from reaching the patient و basically بن ايه بن minimize ultra filtration اوكي فباسيكلي احنا باسيكلي بنوقف البلد بمب يعني نوقف السيركت نفسها خالص اوكي بحيس انها ما يبقاش الدم نرجعش على الPEASINT و في الوقت نفسه بنعمل audible and visual alarms زي ما احنا كنا بنتكلم اللازم يبقى فيها عندنا يعني warning أو يعني I Jungle الأرض للايه لل Ishguard و لو و احنا عندنا مثلا صالة كبيرة فيها عدد كبير من مكان يبقى فيه alarم مواضح بحيس ان هوا الشخص المسؤول عن المكان دوت ياخد بقى من فيها عندي مشكلة ويروح يوم رطوله على شين يعمل لها ايه resolution اوكي فالاستاندار ده الحقيقة ده جزء صغير من الestiاندارد الحقيقة انا بنصح الناس كلها الحقيقة ان هي يعني يتوصي على الستاندرد ده نفسه عشان تعرف فعلا انت توقع اي من اي مكناة الميزة بتاعت الستاندرد هو مش بتكلم على مكناة بعينها ده بيتكلم على ستاندرد ده المينموم اللي لازم يكون موجود في اي مكناة اوكي يعني كل مكناة لازم تحقق الكلام المكتوب دوت عشان في الاخر يعني تاخد ابروفل لانها تبيع المكناة بتاعتها عشان يتحطها على بني ادمين فده في غاية الاهمية ان احنا نبقى عارفينه او نبقى عندنا copy منه على الاقل بحيث ان احنا نقدر بعد كده نتعامل مع مكناة الميزة بتاعها يبقى عامل ازاي الجزء اللي احنا كلمنا عليه الحقيقة هو جزء من الرفرنس اللي احنا حطيه لك بالاضافة ان انا بنصح الحقيقة لو حد حاب يقرأ فيه اكتر شوية ممكن الناس تقرأ اكتر شوية وينصح طبع الناس كلها تقرأ الستاندرد بتاع المكناة عشان برضو زي ما احنا قلنا لها اهمية ان هي تخلينا نتخيل كل مكناة فيه ايه بالزبط